اشتركوا في القناة وفد من درع يلتقي بمسؤولين في النظام بينهم رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة والمطالبة بإيجاد حل لبلف المنشقين الرافضين للعودة إلى الخدمة العسكرية في صفوف النظام تسير الدورية التركية الرابعة عشر من نقطة المراقبة في مورك إلى قرية صرمان في ريف إدلب الشرقي بدء صيانة وتسفيد طريق خناصر جنوب حلب من قبل الإسكان العسكرية التابع للنظام بعد مقتل عشرات المدنيين والعسكريين بحوادث سير على الطريق ترجمة نانسي قنقر